أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أنه يتم تقديم مختلف الخدمات لأهالي القرى العائدة بالشيخ زويد بتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسة المجتمع المدني جاء ذلك خلال قيام المحافظ بتسليم مشروع تحسين سبل المعيشة لعدد من الأسر المستفيدة في مدينة الشيخ زويد ضمن توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن السينوي ومبادرة حياة كريمة اشتركوا في القناة